بنرحب بخابرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس أهلاً سهلاً كابتن ناصر منورنا الله خلي كابتن آيمن تحياتي لحضرتك وتحياتي للمجومك الكبار الكابتن كبير كابتن علاء ميهوب كابتن قصام عربي والكابتن عدل عبر أحمال والكابتن هاني العجيزي بزرع كابتن بنقول مبروك لنادي لأهلي أداء والنتيجة وهارد لك لنادي الاتحاد سريعاً كابتن آيمن هنقول طاقم التحكيم وهنقول كمان الحكام الفوار الآن كانت المبرامة بين طاقم التحكيم مقوم من الحكم الدولي جهاد جريشا الحكم من منطقة الغربية ومعاه كان على الخطوط مساعد رقم واحد محمد محمود لطفي من منطقة كفر الشيخ مساعد رقم اثنين كان سيد نافع منطقة القاهرة الحكم الرابع هشامي الفلال من البحيرة كان على الفوار الحكم الدولي محمد عادل كابتن عادل ومحمد يوسف من منطقة الغربية بداية بالقول إدارة تحكيمية جيدة لطاقم التحكيم لعنصرين مهمين كابتن علاء العنصر الأول هو أداء النادي الأهلي لعب ندي الأهلي النهاردة سهلة مهمة طاقم التحكيم في المباراة فالكبير جداً لما يكون فيه أداء وفيه كرة وفيه مناطق واسعة مساعات واسعة بتسهل مهمة الحكم في أداء المباراة العنصر الثاني هو تركيز ويقصة الحكم الدولي جهاد جريشا من بداية المباراة كابتن أيمن لنهاية المباراة في دياء 98 هو مركز ولم أبدا يأمن غادر المباراة نقول دايما الحكم حتى المباراة سهلت لابد أنك أنت تحتفظ بتركيزك واليقظة والجاري النهاردة هو استخدم كمان عنصر اليقظة البدنية بشكل كبير جدا جدا بدأي من التحمل العام تحمل السرعة والسرعة والكسوة عنده اللزوم كمان تمركزه كنهاية جدا في حالات داخل مطيئة الجزاء عندنا حالات النهاردة كابتن غالبتها إيجابية وإحنا قلنا دايما خلال قناة نادل أهلي ما منجبش سلبيات كتيرة أكتر ما بيجيب إيجابات لتقم التحكيم النهاردة ما يجب تطويره بس بنعاول عليه في بعض الحالات اللي هي خاصة بالعقوبات الانتباطية ولكن غالبت الحالات النهاردة أعتقد حالات إيجابية للحكم والحكام المساعدين هنروح للحالة الأولى ونشوف أداء الحكم المساعد في الهدف الأول البعض يعني يرى أن الهدف سهل وبسيط ولكن هنشوف هنا في العادة إزاي الحكم قدر يربط كابتن عالاء ما بين محمد شريف هنا وما بين كهرباء النهاردة يعني هنا حكم مساعدنا بيربط بيربط دايما ما بين لعبتين يعني ممكن الحكم هنا يكون مركز أوه أوه محمد شريف هنرجع تاني بس هنا لحظة التمرير ونشوف هنا ممكن الحكم مساعد مركز هنا في هذه اللعبة وبعدين يتفاجئ باللعب الناحية لكن هنا الحكم محمد محمد لطفي كان مركز في الحالتين والتاني هنا الهدف طبعا هدف صعيح هو تميز له الحكم مساعد محمد محمد لطفي منطقة الشرقية نروح له الحالة اللي بعد كده نشوف القرار الحكم هنا يمكن عالي معلول يمكن كان هو بيحاول يحجز على كورته عشان خاطر تطلع خارج ولكن هنا بنشوف المساعد رقم اتنين سيد نافع هنا هنرجع تاني بس نشوف التكنيك بتاع الراية والتعاون ما بين حكم المساعد رقم اتنين في احتساب المخالفة نشوف وهنا طبعا هنا بنقول هنا الانذار هنا التعاون ممتاز من سيد نافع في احتساب الأخطاء القريبة منه كانت تنعلق نحاكم هنا طبعا يكون بعيد وهنا طبعا يقول هنا الانذار ليه سببه ايه كانت تنعدل الانذار هنا انذار تعطيل الهجوم الواعد إن اللعب كان ممكن يعدي ويعمل الباص نحن الثاني. هنروح للحالة اللي بعد كده. ونشوف. هنا جهاد يمكن عنده فهم جيد للقانون وتطبيق القانون لكتنعادل. هنرجع للحالة تاني. ونشوف هنا في مخالفة تمت بالتهور. هنا بس. نرجع تاني. هنا المخالفة كتنعادل. هنا تمت بالتهور. وهنا جهاد عنده قراءة لإن اللعب محمد هاني هيعدي وحيروح. هنمشي ونشوف. هل هو كان عنده رؤية جيدة. هنشوف. مشي محمد هاني. وابتدى يتحرك. وبالتالي هنا نشوف هنا هو رجع تاني. رح مدي البطاقة الصفرة. وده تطبيق صحيح لمفهوم إلتاحة الفرصة كابتن الأيمن. بعض الحكام بترجع ما بتديش البطاقة الصفرة للعب. طبعا بشيد بجهاد. وتركيز جهاد في هذه الحالة. حالة من الحالات المهمة. وحالة تعلمية لحكامنا الصغيرين كابتن نروح للحالة اللي بعد كده. تمام. نروح للحالة اللي بعد كده. نشوف. هنا أيضا حالة من الحالات المهمة جدا. نشوف هنا كابتن أيمان. هنا رحزة ربط الحكام المساعد وتمركز الحكام المساعد. ستنافع هايل جدا جدا هنا في الباص. وهدف صحيح للنادي الأهلي. هنرجع تاني ونشوف. هنا باص. هنا بيعمل لحظة اللمس والموقف. وهنا تمركز الحكام أنا بشيد بيه في هذه الحالة. وهدف أيضا نمشي اللعب ونروح. وهدف صحيح للنادي الأهلي. نتيجة تمركز وحكز الحكام المساعد رقم 2 سيد نعفع. الحالة اللي بعد كده. عندنا تقريبا حالتين. الحالة من الحالات المهمة جدا ويمكن نفتح الكادر شوية لو فيه إمكانية. ونشوف تصرف جاد جريشا في الحالة ديت إيه. من أول خالص هارجع تاني. هنا جهد اللعب مدفع كابتن علاء نجح في لعب الكرة. وبالتالي كان ممكن أول لو حكم معدوش تفاصيل كان ممكن يحسب مخالفة على اللعب. وبالتالي هنا قتاح الفرصة أو خالي اللعب يتواصل. وهنا جي الهدف هنا هنا اللعب هنا لجح في لعب الكرة. وهنا مفيش مخالفة أبدا. وقرار جريشا كان قرار صحيح. هنمشي نشوف هنا الحالة تلعبت. مفيش تسلل. واللعب جاي من تحت هدف وهدف صحيح. وبشيط بجهاد جريشا في هذه الحالة. دي كلها حاجات إيجابية للحكم جهاد جريشا. لآخر حاجة هنا كابتن رغم جهاد جريشا قريب. شوف هنا التهور اللي هنا فيه. أنا شاف هنا الدخول بتهور على وليس سلمان. نشوف الرجل هنا كابتن هاني. كابتن أسامة. يمكن دي الحالة الوحيدة اللي يمكن عند جهاد على رغم أن هو كان قريب. وكان هنا يستوجب البطاقة الصفرة للاعبة حال سكندار. ولكن بنقول يعني بنغفر له الخطأ دوت. لإني نتكلم بشكل عام. كانت إدارة تحكمية جيدة. نتمنى التوفيق التحكيم المصري في الفترة القادمة. نتمنى التوفيق للجل الحكام وتعين كل حكم مناسب للمجراء المناسبة في الدوري. دوري صعب جدا. ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا. كابتن تحكيمي كابتن نصر عباس. أم تعطيناك العادة.